بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعده فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس الدين والحياة الطيبة عنوانه الرحمة بين التعلق والتخلق وهو يحاول الاستمرار في بيان مركزية رحمة الدين باعتبارها آثرا عن اسمي الله تعالى الرحمن الرحيم الواردين في القرآن بعداد كبيرة فقد تكرر ذكر الرحمن فيه سبع وخمسين مرة منها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة البقرة وقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الاسماء الحسنى في سورة الإسراء وقوله الرحمن على العرش استوى في سورة طاها وقوله تنزيل من الرحمن الرحيم في فصلة وقوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريم في سورة الزخرف وفي غيرها كثير وأما ذكر الرحيم فقد تكرر مائة وخمس عشرة مرة منها قوله تعالى في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقوله ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليغضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وقوله سبحانه قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلى غير ذلك من المواضع يقول العلام بن عاشور في سر وصف الله بهذين الاسمين في سورة الفاتحة وإجراء هذين الوصفين العليين على اسم الجلالة بعد وصفه بأنه رب العالمين لمناسبة ظاهرة للبليغ لأنه بعد أن وصف بما هو مقتضى استحقاقه الحمد من كونه رب العالمين أي مدبر شؤونهم ومبلغهم إلى كمالهم في الوجودين الجثماني والروحاني ناسب أن يتبع ذلك بوصفه بالرحمن أي الرحمة له وصف ذاتي تصدر عنه آثاره بعموم والطراد على ما تقدم فلما كان ربا للعالمين وكان المربوبون ضعفاء كان احتياجهم للرحمة واضحا وكان ترقبهم إياها من الموصف بها بالذات ناجحا فإن قلت إن الربوبية تقتضي الرحمة لأن إبلاغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا وذلك يجمع النعم كلها فلماذا احتيج إلى ذكر كونه رحمانا قلت لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكمال لم يكن على وجه الإعنات بل كان برعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويلائم طوقه واستعداده فكانت الربوبية نعمة والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة والأذى فأتبع ذلك بوصفه بالرحمن تنبيها على أن تلك النعمة الجليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر ونفي الحرج حتى في أحكام التكاليف والمناهي والزواجر فإنها مرفوقة باليسر بقدر ما لا يبطل المقصود منها فمعظم تدبيره تعالى بنا هو رحمات ظاهرة كالتمكين من الأرض وتيسير منافعها ومنهما رحمته بمراعاة اليسر بقدر الإمكان مثل التكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث مكارم الأخلاق ومنها ما منفعته للجمهور فتتبعها رحمات الجميع لأن في رحمة الجمهور رحمة بالبقية في انتظام الحوال كالزكاة انتهى كلامه الرحمة وحظ المكلف تحدثنا عن الرحمة في الدرس الماضي وفي التوطئة لهذا الدرس فما حظ المكلف من هذه الرحمة إن هذا الدرس يحاول مقاربة قضية الرحمة باعتبارها آثرا لإسم الله الرحمن الرحيم من زاوية علاقتهما بالمطلوب من المكلف وذلك من حيث صلاحيتهما للتقرب بهما إلى الله في صورتي التعلق والتحقق شأن الكثير من أسماء الله الحسنى كل أسماء الله الحسنى تصلح للتعلق والتخلق باستثناء اسم الله باستثناء اسمه الله فإنه لا أصلح إلا للتعلق وإن من أول ما تنبغي العناية به من أثر هذين الإسمين أي الرحمن الرحيم شهود ما ينشأوا عنهما من اعتدال المعرفة بالدين معرفة ترنو إلى بلوه ذوق خاص في الفهم عن الله يلحظ أن مرجع الاعتدال هو في التحقق بشهود كماله سبحانه المنتزج من صفات جماله وجلاله بحيث يشهد مآل قبضه إلى بسطه والله يقبض ويبسط وسبق رحمته لغضبه قال تعالى مازجا بين هيبة فردانيته وبين أنس رحمته وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يقول الإمام الرازي واعلم أنه سبحانه إنما خص هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين لأن ذكر الإلهية والفردانية يفيد القهر والعلو فعقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحا للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية وإشعارا بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان انتهى كلامه إنه ذوق خاص للتديون بشرط لحاظ معاني الرحمة بحيث تنبعث في النفس إلى التقرب بها من جهتين من جهتين اثنتين هما ألف التعلق ويتحقق باستحضار العبد افتقاره إلى رحمانية الله ورحيميته يا أيها الناس أنتم الفقارة إلى الله والله هو الغلي الحميد بحيث تعضو حاجته إليهما لتوقف وجوده وسائر شؤونه عليهما فيتسع معهما أي مع الرحمانية والرحيمية أنسه وينفسح من جرائهما رجاؤه ويحصل بسببهما فرحه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون فيؤسس عليهما عمله في كل شيء ويتذكرهما عند كل أحواله ويجعل ذكرهما ديدنه قال تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله لسماء الحسنى قال العلام البقائي قل ادعو الله أي الملك الأعظم ذا الجلال والإكرام في ذات إحاطته أو ادعو الرحمن في معنى استغراقه بالرحمة أي سموا أي أوقعوا الدعاء مسمين في حال دعائكم ربكم الذي سبحتموه في السجود بأي اسم أردتم مما أذن فيه فاهتفوا بهذا الاسم الدال على الجلال واستحقاق مسماء الدعاء لذاته أي الله أو بهذا الاسم الدال على الجمال واستحقاق الدعاء لعنعام أي الرحمن مطلقا وفي حالة السجود أيما تدعو أي به من أسمائه فقد حصلتم به على القصد فإن المسمى واحد وإن تعددت أسماؤه الدالة على الشرف ولما كان فالرحمن جمال ظاهر في باطنه جلال لأن أموم الرحمة لبعض لبعض النعمة ولبعض استدراج ونقمة فكان لذلك جامعا لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلاء سببا عن ذكر كل من الإسمين العلم الجامع أي الله والوصفة الواقع موقعه أي الرحمن ودعو الله ودعو الرحمن سبب عن ذكر كل من الإسمين العلم الجامع والوصفة الواقع موقعه قوله فله أي المسمى بهذين الإسمين وحده وهو الواحد الأحد الأسماء الحسنى هذان الإسمان وغيرهما مما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو دال على التحميد والتمجيد والتقديس والتعظيم فهذا الضمير استخدام تهى كلامه باء التخلق ويحصل بأن يلحظ المكلف في التحلي بالرحمة أن يسعى جهده للاتصاف منها بما يمكنه منها بحيث يصح أن ينسب منها إليه ما يلق ببشرية المتقربة بتلك الرحمة إلى ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء فيستدرج منها أي من الرحمانية والرحيمية فيستدرج من أثرهما أي الرحمة بين جوانحه على مقدار ما أذن الله فيه ويعم به سائر خلقه ويلحظ في التحلي بها التأسي برسوله صلى الله عليه وسلم لحائز منها على مراتبها قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر هذا وقد جمع معاني التعلق والتخلق باسمي الله الرحمن الرحيم غير واحي من الأئمة العلام الذين ألفوا في شرح أسماء الله الحسناء مثل حجة الإسلام أبي حامل الغزالي في كتاب المقصد الأسناء مثل صاحب الأمد الأقصى أي أبي بكر من العربي وممن قرروا ذلك العلامة زروق حيث قال في التقرب باسم الرحمن والتقرب بهذا الاسم على وفق معناه وذلك بثلاث أولا النظر إلى اتساع الرحمة وتظاهرها في الموجودات وذلك يقول إيمان ثانيا قال واستمطار الرحمة منه تبارك وتعالى بأسبابها كالتوبة والإنابة لقوله تعالى كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور الرحيم ثالث والنظر إلى كافة الخلق بعين الرحمة كما قال بعض المشايخ في بيتين له أرحم بني جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة وقر كبيرهم وارحم صغيرهم ورأي في كل خلق حق من خلقه انتهى كلامه ثم قال في التقرب اسم الرحيم والتقرب هذا الاسم هو التخلق به في عانة المساكين وإغاثة الملهوفين والرفق بعباد الله أجمعين طائعهم وعاصيهم دانيهم وقاصيهم وكون ذلك شكرا لما أسداه من نعمه وما وصله من كرمه تعرضا لنفحات رحمته انتهى كلامه إنه تقرب تعلق وتخلق لا ينبغي أن يشهد العبد فيه فعل نفسه لعجزها ونقصها وإنما يشهد فيه توفيق ربه بمدد رحمته قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب إنه ما ثم إلا رحمانية الله ورحيميته ولو انقطعتها لذهب الدين كما الوجود إذ تنزيل القرآن الذي هو أساس الدين من حكام رحمته قال تعالى الرحمن علم القرآن وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كما أن استواء بتدبير الوجود عنوانه مدد رحمته قال تعالى الرحمن على العرش استوى أي استوى على العرش برحمانية مدبرا لخلقه للوجود كله تدبيرا عنوانه مدد هذه الرحمة السارية في كل شيء هذا والله وليو التوفيق والهادي إلى قوام طريق ترجمة نانسي قنقر